طيب في الكورة بقى الأهل بيستانف تدريباته النهاردة استعدادا لمباراة إسترن كامباني المباراة مساء الأربع بإذن الله في استاد المقولين العرب في الجولة 31 للدوري ريكاردو سوارش المدير الفني البرتغال اللي زي ما انتم شايفين عمل محاضرة نظرية بعد هذا التمرين داخل الملعب قبل انطلاق المورال اتكلم عن مباراة إسترن كامباني اللي جاية وبعد المحاضرة اللعيبة قدت هذه التمرينة بقوة خاد حراس المرمى علي لطف ومصطفى شبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف دواردو لوب ومدرب الحراس وإحسين الشحات اللي رجع من جراحة الغدروف في قطر قدت تدريبات تأهلية بالجارية حوالين الملعب ونفس بعض الفقرات طاهر محمد طاهر وصل تدريباته للتأهلية بالجارية أيضا تنفيذا لبعض الفقرات التأهلية والأهل زي ما انتوا عارفين كان تغلب على المقاصة بهدف رامي ربيعة وصعد لدور التمانية في الكاس عشان يلعب المقولين العرب والفائز من الأهل والمقولين هيلعب سموحة اللي صعد على حساب منتخب السويس فبالتالي كاس مصر ابتداء من دور التمانية حيقام زي ما قالت ربطة الأندية أو اتحاد الكورة أنه حيقام خلال فترة كاس العالم أثناء فترة التوقف بتاعة المنديال في نوفمبر حيستكمل كاس مصر ابتداء من دور التمانية شوف مؤكد أنك أنت وانت بتشاهد المشهد دلوقتي لازم تذكر وتتذكر أنت أيضا هو احنا المشهد ده نقيمه ازاي وأنا هنا هتوقف عن مدرب الكرة اليد اللي هو بيمرن عنده خطة وبيتواصل مع الناشئين ولما طلب منه المشاركة في البطولة العربية كان رأيه الاعتذار وقال كده بالضبط أي بطولة هناخدها لازم نسعى للفوز به إذن هي الهدف بتاع هدف قمي ولا يستطيع أي خبير مهما كان أو أي فريق مهما كان أنه ينتقل من قمة إلى قمة إلى قمة بهذه السلاسة وبدون تضحيات ده يرجعنا لإيه بقى المشهد في كرة القدم احنا خدنا كم قمة في السنتين دول خمم خمم طبعا هتقول لي طيب ما أنت بتضحي بالدوري عشان هو أنت أولوياتك كانت إيه عشان أفريقي أولوياتك كانت أفريقي اللي غابت عنك سنين هالدوري هترجع له هترجع له طيب وأرغم هذا إحن بنقول ما تستغلش أن أنا منهك وأن أنا مش في أفضل حالاتي عشان تقولي ما تشوف نفسك ما تتكلمش على التحكيم ما تشوف نفسك ما تتكلمش على الجدول ما تشوف نفسك ما تتكلمش على القرارات الإدارية ما تشوف نفسك ما تتكلمش على إخفاء الخطابات التي أطاحت بفرصة الإفريقية إحنا كنا لحد نهاية أفريقيا السنة دي بنلعب تحديات قمة ولو كانت الأمور طبيعية لفاز الآلي وكان متأهلا الآن عن أفريقيا ولكن أنت فيه بتجري وناس بتشدك طيب ما هنا لو أنا بحالتي بجرك شد زي يا عمي وانت معاك لكن لما بقى أنا منهك لا سيبني عشان أقدر أتصدر السباق ولا بفارق ضئيل أو بوهن ما تقوليش ما أنت مش بنفس القوة أنا مش بنفس القوة لكن قوي إلى درجة أن لو خدت حقي أكسب البطولة ولا يا أستاذ برهيح صحيح طيب فلما نجي نتكلم مبارح فوص صعب ها فوص صعب ما أنت بتلعب وانت قد رهن أن الأولوية بقى إيه للتحديات القادمة أننا ريح المنهكين جدا واعتمد على الناشئين والناقيين لأنه بيبقوا خدوك برضو هم كمان قصة من الراحة من التحديات فيبتدي لا والقلب من حضر كنا حطينا بطايق في الملعب القلب من حضر يعني استطيع أن يتغلب على الصعاب بالمجامل القائمة بس كل حاجة ليحدود ليحدود مش 17 لعيب غيبين واللي موجودين ما هم قدوا واستحوزوا 66% سيطرة بعض الفرص اللي هي مش كتيرة الخطأ فين في القرارات لأنه فيه إرهاق ذهني على بعض اللاعبين مش قادر يتحكم في القرار السليم ولكنك أيضا هو فوز بجدارة في الآخر مش بجمال ولكن بجدارة فالحقيقة يعني يجي ضربة الجزاء بقى في الأول فتريحك تيجي في الآخر فتبقى مشدود فتحس إن الغضبان يجي الهدف في الأول فترتاح يجي الهدف في الآخر فعنما في الآخر أنت حققت الهدف الاستراتيجي بالتأول لذور الثمانية واستمرت على الدفع بالناشئين بعضهم استمر أنه يحصل على الفرصة ويقول لك أنا موجود والبعض الآخر حيظل يتزبزب لأن المطشات والتلاحمات يعني أنا أشفقت على أحمد سيد غريب لأنه مش ملعيب زحمة هو لعيب بساحات مش لعيب أنه هو ياخد في الزحمة ورقص ويعمل كده محتاج مساحة إنما في حاجات وانت بتتفرج طمنت عليها برضو علي لطفي لا موجود وحاضر وسادد ديانج لعب واحدة من أفضل مطشاته زياد ما كانش بتواهج المهارة ليسرق قلبك لكن كان موجود وحاضر تكتكيا بشكل واضح جدا مش عايزة أعدد عشان أنا مش داخل في تخييم لكن عايزة أقول الناس تتنبه وهي بتقيم إنك في ظرف استثنائي